اصدر البنك المركزي المصري تحذيرا جديدا بشأن العملات الرقمية فقد حضر اي اصدار او تداول او انشاء منصات العملات الرقمية او حتى تنفيذ انشطة متعلقة بها مشيرا الى ان من يخالف هذا القانون قد يواجه عقوبة السجن وقد جدد البنك المركزي المصري تحذيره بشأن جميع انواع العملات الرقمية مشيرا الى عدد من المخاطر والتي تشمل التقلبات العالية استخدامها في الجرائم المالية والقرسنة الالكترونية حسب ما ذكرت صحيفة مصر المستقلة كما شدد البنك المركزي الاوروبي على ان العملات الرقمية لا يتم اصدارها او دعمها من قبل البنك المركزي او اي سلطة رسمية اخرى جاء في البيان الرسمي للبنك المركزي المصري ان قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم 194 لعام 2020 يحضر اصدار العملات الرقمية تداولها الترويج لها انشاء او تشغيل منصات لتداولها او تنفيذ اي انشطة ذات صلة مضيفا ان كل من يخالف ذلك يسجن او يغرم ما لا يقل عن مليون جنيه مصري ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيه للمزيد قوموا بزيارة موقعنا او عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي اخبار العملات الرقمية اقرب اليك من اي وقت وضع اشتركوا في القناة